ورجعنا لكم بعض الفاصل ومكملين مع بعض باقي فقرات حلقاتنا النهاردة فقرتي النهاردة برضو بهتن جدا بالأم والطفل هتكلم معاكم عن باقي كلامي اللي اتكلمتي فيه الحلقة الماضية كان عن دور أخستائي التربية الخاصة في مرحلة رياض الأطفال النهاردة هتكلم معاكم عن الطفل العنيد الطفل اللي بقى موجود تقريبا في كل بيت لو الأم عندها طفلين بلاقي منهم طفل عنيد يلا يا حبيبي اعمل كذا لا مش عامل يلا اعمل هومورك لا مش عامل اسمعي الكلام ما تضربش أخوك ما بيسمعش الكلام الطفل العنيد عايزين نعرف مع بعض وكل أم بتتابعنا وبتشوفنا دلوقتي إزاي تقدر تتعامل مع الطفل العنيد يا طرح اتعامل مع الطفل العنيد بالشدة ولا باللين هتعامل معاه بأنهي أسلوب عشان ما تعملش بأسلوب غلط يقدي نتيجة عكسية مع الطفل وطبعا اللي حتفدني النهاردة وتفدكو في النقطة دي بالتحديد اسمحولي أرحب في البداية بضفتي دكتورة أمنية محمد عبد الوهاب مديرة أكاديمية تقدم بكفر الشيخ في التربية الخاصة والترمية البشرية أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا أستاذ زمي كل سنة وأنت طيبة والمشاهدين طيبين وأكتب أن أكونوا من هذا ضيفة خفيفة عليكم على جميع الناس يا رب وأستطيع أن أقدم المفيد للناس والأمة الإسلامية كلها وحضرتك بخير وسعادة وعام هجري سعيد عليك وعلى كل أسرتك وحبيبك خليني أدخل معاك في الموضوع مباشرة وعايزة أتكلم عن الطفل العنيد هو الطفل العنيد ده ناس كتير تشيكي منه بس أنا قبل ما وضح فيك الطفل العنيد اللي عند فيه عندي فيه عند محمود وفيه عند مزموء اللي عند المحمود أن الطفل بعض الأحيان لازم يكون عنيد في بعض المواقف علشان يقدر بعد كده يقدر يساعد نفسه أو يدافع عن نفسه وزي نحن ندراتي أننا في الفترة دي سمعنا كتير عن أطفال والتحرش بيهم أو اختصافهم أو الاعتداء عليهم فلازم يعرف أن هو فيه مواقف لازم يستخدم فيها العيد كنوع للدفاع عن نفسه ده اللي عند الممدوء علشان مش كل حاجة عشان مش لازم أن احنا نمنع عن الطفل لا مش لازم يبقى عنيد لا ومن فيه قدرته أنه يقدر يحمي نفسه ويحافظ على نفسه ده اللي عند المحمود اللازم ينامين للطفل أنه هو يكون حافظ على نفسه أو هو حافظ على الملكية أو الحاجة بتاعته الخاصة به مثلا علشان إيه مدرجاش موط تقول ده إيه ده مني بضيع كشكيله مني بضيع السائلامه يعني اللي عند المحمود ده وده ده مقومة وفيه أي ضرر اللي يقدر يحافظ به على نفسه وعلى ملكياته الخاصة طيب فيه عند بقى تاني اللي هو العند المزمون وده بتبقى ليه أسباب وأنواع طبعا إذا عرف السبب بطل العدي تمام ممكن من ضم الأسباب أنه هو طفل يا إما الأولاني يا طفل الأخي يا الطفل في النص كل طفلات أطفال دول ممكن تلاقي منهم الطفل العني الطفل الأولاني بيكون هو جيح في الأول فطبعا بحاس أنه هو الملك اللي قاعد على كرس العرش أنه هو محدش بقدر ينزله الكلمة لحد ما ييجي الطفل اللي بعده منه فطبعا هو بيبقى الطفل العنيت أو المشاغب اللي عايز يرجع الكرس العرش اللي استبعد منه أو بعد عنه فبيعمل يبتدي يكسر ده بيبدأ يحس أن تسليط الدق عليه بأولي الشوية فيبتدي يعمل كله التصرفات أو يعاني عشان مجرد أنه هو يسلط الدق عليه وممكن تلاقيه في الطفل الأخير خالص لأن ده الطفل زي ما يقول أخر العنقود المدلة اللي كل طلباته مجابة فمن كل ما تطلب أي حاجة يطلبها هيقول لا لأنه هو تعود يتعود أنه هو ما بيشبعش أنه ما فيش حاجة عنده كل عنده بيلابيله الغباط وممكن تلاقيه ده في الطفل الوسطاني ده بيبقى يا إما بيعانت جدا يا إما بيبقى الطفل ده الأولين يخذ نصيبه والتاني والوسطاني ده محدش اهتم ليه محدش رعاب فطبعا بتلاقيه يا إما بيغسر لمرحلة إنه هو بيبقى منطوية على نفسه جدا لدرجة إنك بتحاوليه إن الطلعية يتكيف في المجتمع مش عارف مش عارف يعني لا هو متكيف واخد مع نفسه يا إما بتلاقيه الطفل اللي هو بيعمل كل المشغبات عشان يشد الانتباه يقول أنا موجود أنا موجود أو ممكن تلاقيه عايز يلفت النظر يعني عايز يلفت النظر أو ممكن تلاقيه إنه هو طول الوقت بيذاكر ويجيب أعلى الدرجات مش علشان حبا في المذاكرة عشان يعاند ويقذر كبير أو الصغير آآ يعني هو بيحصل على الدرجات العالية عشان بس يدخل في مقرنة ما أقوله هو أحسن أحسن وممكن مجرد يعني فالحالة النفسية أحيانا للأطفال هي بتولد الطفل العالي بس في البيت الأول لأن دي من تعدلات السلوك أو المشاكل السلوكية بتوصل للأطفال في البيت هما اللي بينموا لين يا إما بينموه بطريقة كويسة يا بينموه بطريقة وحشة تئز الطفل فلازم وإحنا بالرأي مع أطفالنا سلوب التعامل واسلوب التربية الصحيحة علشان لا نأذيهم ولا نأذي نفسنا معهم في المستقبل طيب حضرتك إيه التوجيهات اللي قدرت فيدي بيها النهاردة كل أم بتسمعنا أن هي تتعامل إزاي مع الطفل العنيد في البيت أولا لازم تحسسه مبدئيا الطفل عندك عنيد لازم تحسسه هو وخطه بمبدأ المساواة مش ده شوية وده لأ ده حلو تاني حاجة مش كل طلباتهم مرجبة مجابة لا الطلب يتقمن لا في التوى اللحظة لا إمتى ندي وإمتى نحرم لازم نعرفهم كده علشان أه إنت عملت إنت شفت كويس كمان لا تاخد لو ما عملتش لا حتاخد عقاب المرة دي ممكن محروق حرم من المصروف ممكن خصام ممكن أي حاجة بس إن أنا إيه ما وصلوش إن هو أحسسه إن هو أوليل بينه وبين خواته أو ما عودش أقارن بينه وبين خواته أو بينه وبين أحد من عيال خالته من عيال الجرام ما عرفش هو عن نفسه هيحس من جوه إن هو أوليل إن هو حيبضل طول عمره أوليل وحيبضل يعاند في الفضية والمليانة جيلحة ثالث حاجة ما بيقولها للأطفال برضو إن مش الأم علشان هو بيجي أحيانا طفل الوحيد فالطفل الوحيد بيبقى عنيد لإن هو طبعا مدلل بطريقة فوق الطبيعية فإمثلا إن مش لازم كل الحاجة اللي بديها للطفل اللي تعانين لازم تبقى الأمور المادية ممكن أوقف الأمور المادية خالص ويبقى وخاصة دمع الطفل الوحيد يبقى أمور الحب والرقة إن الأم تدعيله تحضنه تبوسه لو هو عمل حاجة كويسة بس مش مش لازم كل حاجة أمور فلوس إن هو لما يقبل هيتعود إن كل حاجة عنده بالفلوس كل حاجة لها قيمة عنده الفلوس أنا بالفلوس أعمل أنا بالفلوس جينا شباب أو الناس يجي تضربوا كل المشكلة عندهم إحنا بالفلوس نخلص كل حاجة وطبع دي مشكلة حتبتدي لو تفضلت كده كل ما الطفل يكبر أو تجده كل ما يطلع حيعرف إن كل حاجة مشكلة الفلوس لأ لازم نبتدي يعني أنا بنوع بنوع في يعني سلوب سلوب التنويع المكافأة أو الماد من مادي من معنوي من نفسي من إن هو مثلا أو أدي الجيم اللي هو بيحبه أو أدي لعب الرياضة اللي هو بيحبه آه عشان تشاطي الكلام من ده أنوع كل حاجة ما خلهاش على حاجة واحدة علشان ما محسسوش إن المكافأة بتكون مادية بس أو المكافأة معنوية بس لأ كل حاجة بتتنوع عشان يعرض لإن إحنا عايزين نطلع جيل في المستقبل جيل كويس جيل ممتاز جيل يقدر يتحمل المسئولية ويعرف القيم والأخلاق اللي إحنا طبعا عايزين نترب اللي إحنا نتمنى نشوفها في أولادنا وأولاد أولادنا وبالسلوب ده يقدروا ينهضوا بالأمة ويوصلوها لآخر المطاف أمة كويسة وممتازة إن شاء الله لو معايا يعني أنا عندي مثلا أولادي أنا سنتين لا يخليك يا رب هما توقم عندي منوتة منهم دايما بتبقى لو ما لبتلهاش طلبها ممكن تشد في شعرها ممكن تزاق تصوت ممكن تجيب أي حاجة عايزة تكسرها أتعامل لأنا معاها إزاي في الفترة تين الطفل اللي هو هي طبعا أنت بتعامل أختها لأول إزاي أو هي بتتعامل إزاي بشكل طبيعي يعني هي دايما كمان أي حاجة في إيد أختها مقتنيها بتبقى هي عايزة تأخذها حتى لو معاها الشيء في إيديها أنا مساوية ما بينهم في المعاملة هي لو أختها مسك أي حاجة هي عايزة تأخذ الشيء ده هو المشكلة بتبقى في بعض العين دي بتولد أحيانا بوجود الغيرة فهي واضحة أن هي عشان توقم فعايزة تسير الانتباهها الانتباه ما يقبلش ده أنا غيرانة ماما تبقى معايا نبس بابا معايا نبس طب أنت هتعملين معها آه هي غلطت أو عملت حاجة أو مش عايزة تأخذ حاجة سيبيها تعيق مرة اتنين تلاتة هتعرف أن ده اسلوب اللي هي بتتبعه مع الصريخ أو الصويت أو شد الشع أو أن هي يعني أنا مثلا ما تبطبش عنيد وبيقعد يصوت بسيب بطرها ماشي سيبتيها أو الأول إيه قادي كان عشرة دعية أو كامل زيه وروحها أجل أطب تبقصه هو تعبان بالزبت آه أطبت وبعدين دلوقتي قادي بقى ساعتين صريخ متواصل ساعتين آه الموضوع بقى تطور معاه اللي هو لا أخلاص مفيش فصلهم لا ما فيش فصلهم وحاخدها حاخدها أنا عرفت آخر ماما عرفت آخر بابا مش هيستحمله هم لو قاعدت ساعتين هو عارف إزاي ما يقولك استغله لأن الطفل في العادة زكي ببيعرف نقطة ضعف وبيستغلها صح يعني أنا لما شوف ابني كده ما مجيش أططب ولبيله رغبته اللي هو بيعمل كده أنا نسيبه لما تتعب وإيه إيه 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 إنت عايز إيه أنا أنا عايز كده طب إنت عملت كذا عشان تاخد كذا طب إنت عارف دين مضرطة إيه مثلا كل الأطفال بتحب تاكل الإندومي أو ويندوس طب إنت عارف أنها تعمل إيه حتى تتهم ماداتك معرفش إيه نفهمهم بالروح حاجة بحاجة أن إنت المضر وإنت المضر بس مش في أول إن إحنا نبتدي نتكلم معهم ونطلب برغباتهم وهم بعياتهم أو بيصوتهم لأن نسيبهم شوية خلصوا حقهم في العيات والسويت لما يعرفوا أن السلوك ده غير مجدي مع الأهالي أو مع الأم حيطعب هو نفسه ويبتدي يشوف أسلوب تاني يغير أسلوب الأسلوب تاني يعني أبسط حاجة هم أكتر طفل تحب تستغل الأم أو الأب وهو بتكلمه في التليفون بالزبط كده تعالي أنا عايز معه هو عارف ساعة ما دي حيتكلم في التليفون أروح أخذ كل طلباتي وحقي وهو ما بتكلم لأنه هما بركز في التليفون مش بركز معي طيب النقطة دي بقى بالتحديد يعني أكيد كلنا بنعاني منها لما أكون أنا بتكلم في التليفون وبصة الآن هي ركبة فوقية مش عارفة عايزة عايزة تاخد الموبايل بتحاول تعمل تشويش موبية هو الأول الطفل لما بيعمل كده فيه طفل بيعملها علشان هو عارف إنه هو مش هيخد الحاجة دي إلا وماما أو بابا بتكلمه في التليفون فبستخدم الأم بقى المفروض تتعامل إزاي في الوقت ده إنه هي يقولك حاجة تعمله براحة أصبر شوية وتفاهيم مساعدة بتكلمه في التليفون أو إنه هو حاجة إنه حتى لو هي استغزلت من الميعاني بتبعت أصدق دقيقة وعدة أشوف ابني أو مش هتصغارك أو مش هتقلل قدامك لا أنت معناها إنك إتب تهتم بالطفل أو بإمنك أو ببنتك لأن ده أنت بتمنيني المستقبل آه طب تفهميت وقافي معاه المكالمة لو دي حتى هو عويتك أو انتظرت على ما تشوف طلبك ابني تشوفه موافق أو مش موافق أو لو هو بقى فيه الأطفال بيستخدموها كنوع إنه إيه ماما رسك أو بابا وماما كدسة بره وجايين ومسكيت كمان التليفون طب لما عمل مضايقة علشان يبطلوا التليفون ويتكلموا معينا فيعملوا ده و 16 عشان يقفلوا التليفون الأهالي وتبدل معه فطبعا ما هترموا كلنا بنشتغل كلنا بنتعب فلازم فيه وقت نخصصوا الأطفالنا نقلل ده وقت التليفون نقفلوا ونقعد معهم أكتر وقت نتكلم معهم عشان ما نجيش نشتكي هم ليه بيدويش فينا ساعة التليفون طيب خليني أتنقل معيك النقطة تانية إيه هو إضطراب الـ ADHD اللي هو طفل فرط الحركة طبعا هو الناس كتير بتشتكي من الحكاية دي كل الناس جاية دلوقات الدول دي إحنا عندنا أطفالنا فرط الحركة عندهم طفل فرط الحركة علوم يا جماعة فيه فرق بين طفل إصابة حالة شقاوة وطفل فرط حركة أقوله إزاي أقوله ماشي الشقاوة إن الطفل الشاي ده حاجة كويسة لأنه ده لو بيقس معدل الزكاة بتاعه بالنسبة عالية وبالنسبة ممتازة وإنه هو طفل الزكي وبيعرف يفكر ربتيك بيفك ويركب بيحاول يخترع بيحاول يكتشف ده يكتشف ده ده حاجة كويسة وبتبقى حركاته أو الخطوات اللي هو بيتمعها حركات لها هدف حاجة وصلها في الآخر عكس تماما طفل فرط الحركة اللي اكتبع خطواته أو حركاته ليس لها هدف من الوصول اللي هو يوصل للحاجة المطلوبة في الآخر طب أتعامل مع الطفل فرط الحركة زي فيه فيه التعامل أولا احنا براجع في الأساس هنلاقي طبعا إن من الأسباب اللي وجود الطفل ممكن أسباب عدوية وأسباب نفسية الأسباب العدوية اللي ممكن يكون من كهربة زيادة في المخ أو لخبطة في بعض الهموناء زي أنا بلجأ فيها لطبيب دي لازم يكون معاك طبيب مخ وأعصاب يتبع معاك الطفل وبتدير للعلاج بتاعه وهو اللي بيعتمدين طيب حالة إنه مفيش حاجة بقى في بترجعها بلشي ممكن يكون بسبب إنه فيه مشاحنات بين الأب والأم دايما كتير ومستمرة بيحصل اعتداء كتير على الطفل وطبعا أو ضرب بيشوف طبعا برامج الأطفال وده خاصة البرامج أو الفيديوهات أو الأفلام أو حتى على الموبايلات اللي فيها أكشن زيادة عن اللزوم وضربه تكسير فطبعا بياخد انفعال قمية غضب ويطلع عايز ينفذ ده بقى في الحقيقة أو في الواقع ينفذوا على الأمر الواقع واخد شحنة غضب أو شحنة طاقة أو ممكن إنهو بسبب أكل السكريات كتير بك برده أصلا تديره قوة حركة تلاقيه قاعد صهران وبتحرك كتير 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 وما مش عايف يعمل أخد باور أو طاقة عالية ممكن برضه من الأسباب اللي تخلط طفلا نقول لك أنه عنده مشكلة أنهو دايما دايما مش لاي حد يلبي رغباته عنده طاقة زيادة ومش لاي حاب يلبي رغباته مش عادي يجاوب على أسئلة فبتطر يظهرها بفرط الحركة بفرط الحركة أو صفر فبننصح الأم في الفترة دي طبعا لو كان فيه علاج جسدي أنهنا بتروح لمخ وعصاب لو مع الأخصائي بيبتدي لأنهما بيعانوا في الفترة دي من ضعف الزاكرة وانتباه وسرع التشتب بيبتدي يكمل جلسات عشان يقوم نقطة الضعف اللي وقعت منه ولو فيه مشاكل نفسية اللي بسبب اعتداء حصل على الطفل أو مشاكل أسرية بيبتدي نزبطوا الأمو عشان نفهمه إن ده مالوش علاقة بيني إن هو بأغلبية الطفل لأن أغلبية الأطفال بيحسوا إنه هما السبب في المشكلة وممكن كبان إن احنا ندخلهم جيم أو نادي رياضي علشان يطلع الطاقة والمجهود اللي عنده ويعرف إيه الصحة اللي يعمل وإيه الغلاط طيب عايزة برضو أدخل بقى كده النقطة مهمة جدا ناس كتير أكيد بتبقى عايزة تعرف إيه الخطوات الصحيحة والسليمة لو هي حبة تفتح مركز تخاطب أنا عرفت طبعا أن حضرتك ساعدتي أصدقاء وزميل ليكي في فتح مراكز خاصة بالتخاطب والتنمية البشرية عايزة أعرف من حضرتك إيه الخطوات الصحيحة اللي أقدر أمشي عليها وأنا بفتح مركز والله هو أنا قبل أن أقول على فكرة المركز التخاطب أو التربية الخاصة عامة أتمنى قبل من أي حاجة إن الحكومة تساعدنا إن احنا تعمل لنا نقابة ونكون تابع الوزارة نفسها وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية لأننا كأحد القوانين الأساسية لنا كنفسنا كأخصين تيهين لأننا كنا حابة تطلعونا قانون لا دع يرغوه دع يعمله فإحنا تيهين فأنا أتمنى بجد أن الأول الحكومة تساعدنا بس الخطوات السليمة اللي إحنا درواتي لو عايزين نفتح مركز ونمشي عليها قانونية ونحصل لنهاش أي مشكلة في عندنا ثلاثة أول حاجة يأما بفتح جمعية تبع الشؤون الاجتماعية وبيبقى فيها بنوضي أننا بساعد الأطفال وكلام من ده من زورة الاحتياجات الخاصة للطفل العادي لكورسات تنمية بشايا وكلام من ده أو بأخذ فرع من جمعية وابتدي أمشي على ذات يبقى ورق المنصق وكلام من ده ويبقى ورق المظبوط صح الخطوة الثانية ممكن أن أنا أفتح حضانة ومن ضمن أهداف بتاعة الحضانة بكتب أن فيه جزء تخاطب أو تربية خاصة تمام بدخلوا كماند من دم البنوب بتاعة فتح حضان فتح حضان علشان يبقى أنا برضو لو جاءت لتفتيش لجنة يبقى أنا قانونيا سليم وما فيش أي مشكلة فيه جزء الثالث أن الناس برضو بتشتغل عليه اللي هو تركنا أنا مش عايزة بقى بعيد عن الشؤون أن بيبقى فيها كل حبة رئيس مجلس إدارة إدارة وتفتيشات وكلام من ده لا عايزة عودة في إنها استفادة إن هي تفتح من سجيل لتجاري وضرائب طبع وزارة الاستثمار طبع وزارة الاستثمار تعمل سجيل لتجاري وتريب وتبتدي إنها بتدفع ضريفة كل أول شهر وكلام من ده وأنا بتمنى بجد إن إحنا عن قريب وأتمنى وبتكلم المسؤولين من البرنامج بتاعي إنهم بجد يحطونا قوانين تنظم لنا الأحوال والملاكس بتاعتنا وتحط لنا القوانين ويبقى تابع يا وزارة الصحة يا وزارة الشؤون الاجتماعية بس لنا القوانين خاصة بمجال التربية الخاصة والملاكس بتاعت التربية الخاصة وطبعا وخصوصا إن إحنا دلوقتي بنعاني المشكلة إن الرقابة الإدارية بتفتش على الدروس الخصصية فبتخشت هنا تبص هنا طب إحنا ملناش جماعة والورع بتاعنا يقول إن إحنا ملناش علاقة بس بيفتكروننا برضو طبع إيه الدروس الخصصية ملناش علاقة بالموضوع خالص بضم صوتي لصوتك وإن شاء الله يعني يكون لنا صوت مسموع مع المسؤولين بشكرك معلومات اللي أنت قفتنا بيها النهاردة بشكر السادة المشاهدين وبتمنى نكون قدمنا معلومات تكون فاتتكم عن الأم والطفل وإذن تظرونا الحلقة القادمة بإذن الله معايا مفاجأة ليكو بإذن الله أشكركم وإلى اللقاء